وإن شاء الله معتها بداية مش بداية أسبوعنا في وصل الأسبوع إن شاء الله الناس اللي قزة ربي اليوم اليوم حاجة مهمة ياسر اليوم إن شاء الله النتائج متعبة كالوريا معت الناس اللي بش يتقيد اليوم إن شاء الله عن طريق لساميس معتها ناجم يعملوا الإسكريم بتاعهم وإن شاء الله حظ موفق استر تحت الكلمة هذه للمجتهدين مش لناس كل أي ما يخدمها لاروح إن شاء الله ربي عين لهم إذا أمور أخرى عادك لكن حاجة بريفاية قال الرجل كذب أما في الامتحانات هذه الوطنية إن شاء الله بتوعى نجاح حشتنا بناس كمجتهدين ناس يتعمل عليهم لأنه في مرحلة بتاع بناء ولازمنا الناس اللي بالحق لها كفاءة لازموا نبنيو عليهم نعم هذا بالنسبة لتناميذة الباكالوريا ما هو ذو اللي وقايت بش نمشيوا لزابين كذر مش نعطي فكرة على أهم عنا من الأخبار بالنسبة لليوم زابين آيا حسام آيا سيد المرحبين نبدأ بالأخبار الإيجابية ديما نشوفه لدي أسمع هو رو ديما فما نواحي إيجابية في كل شيء الحمد للعام فس الحمد للواحد لا بيس الحمد للنعمة الناس الدائرة بيه كل شيء ويحد ديما يخزر خطر ساعات تويتي ويحد يبدأ يتأزم شوي هذا يرى في طبيعة المهمة الإنسان يكون قلبه مليان بالتفاؤل والمحبة والتسامح والتصافي أكيد أكيد وبخدرة ربي توكل شيء يمش بتوياته حسب حسائيات كما قلنا ديوان الوطني صدرتنا من الصناعات التقليدية عرفت زيادة بأربعة فاصل خمسة وعشرين بالمئة مقارنة أبعا من أقول تقريبا عملنا مئة وخمسة وخمسين مليون دينار مش شيفر كبير ياسر مقارنة بصناعات أخرى ولكن باهي باهي انت حسب رأيك سلاح بيه بيشنية أكثر حاجة نصدر فيها في الصناعات التقليدية بيشنة الزربية والله يحبين الزربية في وقت ملوقات القروين كانت قطب كبير وقطب عالمي في صناعات الزربية للأسف ما عدت صناعات التقليدية وما تقول ليش اكل بيليوشة كجماله وكذلك في تونس والأكثر يجيبوه مبرر على فكرة حاليا أكثر حاجة نصدر فيها هي لوح متع زيت الزيتون يستعمل بدرجة كبيرة ياسر في صناعات التقليدية وفي بعض الصناعات تصدرنا منه بقيمة تسعة وستين مليون دينار ستة وبرعين بالمئة من الصدرات مشيت في لوح متع زيت الزيتون اي ما هذيك حاجة خلق من الحاجات ممكن برشة يستغربوها اما هذي هي حتى فخار سجنين اللي هو من أكثر الحاجات اللي هي ممكن مميزة في تونس ومطلوبة برشة معتع عالميا واسوامها غالية ورغم ذاك لوح متع زيت الزيتون ما تفوق عليهم الكل نحكيه على زيت الزيتون على لوح متع الزيتون نحكيه المرهيدي على زيت الزيتون حسان بن قوسين القوارير والزيت اللي يتباع في الفضاءات التجارية والمتاجر والمحلات البنة مشكيف كيف المذاق يختلف من قرورك من دبوزة إلى أخرى انت وزهرك هو اللي موجود انا اخذت منه فما اللي تقاها به خدر انت زيلا حتى نفسانين تدخل في المقارنية مع الزيت اللي موجود عندك واحنا نعرف كم المطقة الجمهورية مش كما الزيت تع شميل كما الزيت تع الصيحل كما الزيت تع الجنوب فما برشة تتبدل حتى درجة الحموض ماذا قاد تختلف ماذا قاد تختلف هذا كان مخلط مجهورك بوزة تلقفية مع التقليل مخلط هو زيت زيتون في كل حالات زيت زيتون نشانه لا نفهم نوع من لا نعرف غشة لا نعرف أعجبتني فهمتني أرمش لانا ازلت بزيت نهجبك حسب صادراتنا مزيد زيتون حسب الاناسي المعهد الوطني للأحصاء يقول اللي ما بيعاتنا وصلت 2.977 مليار دينار مقارنة بمليار و 470 مليون دينار عملناها عملي زيادة 102% عليش هذي نقول هالكلم هذا يا حبيب يقولوا مصر هبة النيل يقولوا لبنان هي بلاد الأرز تونس وبلاد منازع تونس هبة هبة زيت الزيتون هو هبة زيت الزيتون هو بيترونا الأخضر لأن الناس سعاد تحكي على نجمو نعملو سيناعات هكو نجمو عنا حاجة معتم عند ربي وجدودنا ومقديم الزمان في تونس يتسرع زيتون وقيت ناس ترجع ترجع وبرشا رجعوا على فكرة وقت اللي عارفوا اللي سيوم والدوبل واللي تسهرت الحكاية وحتى مناخيا زيل زيتون طول عمر ومتأقل مع المناخ متاع تونسة إن شاء الله ربي بركنا فيه وإشاء الله ربي بقي السطر على بلادنا نمشي تول حاجة أخرى نحن نحكيه على الزراعات في إطار تنويع الزراعات في دورية مشتركة لحرس إقليم نيبل وحدة التوقف من الإرهاب لنفس المنطقة تمكنوا من إيقاف ثلاثة أشخاص عملين زراعة جديدة اللي هي زراعة 532 نبتة ماريخوانا وين يزروا فيها؟ هيا زراو فيها غاديك عندهم سين يزروا في ماريخوانا؟ عندهم بير غادي يزروا في البير فمشكون قبل الزراع في البير فمشكون قبل الزراع في البير فمشكون عمل كامل الغراج وزراع في البير محسوب هما نقصين فكار هم ليس نقصين وليس تشوف الخبث معطا هين يوصل والأكثر من هذا المناخ لا تجدون تزرع فيه فلا يجب عليك أن تعمل هذا والريسك الذي يأخذ فيه على كل التضاحة اليوم لديهم مزرعين وعندهم بذور مباربجين يزرعون فيها وعملين سيركوية متع ترويج أسمع يستلهموا من الخبراء في المكسيك وفي أمريكا اللاتينية أو حتى بعض البلدان المجاورة فيما بعض البلدان مقنة الحكاية ذي على فكرة أما هذه مقنة تبدأ بالقانون والاستعمالية الطبية المهم أنه وقع القبض على بالمرساد شدوهم وتحية لي على المنطقة في الأقليم سعد نقرأ أشياء كيف يروج بين التلاميذ في المعاهد المؤسسات التربوية شي غريب معناه هي الظاهرة عالمية ليس مربوطة تنسكها في كل العالم في مرحلة المراقم تجد أن يحب أن يجرب يحب أن يجرب أي شيء ممنوع وكل ممنوع لم تجربت لم تجربت الحمد لله لم تجربت ثاني مرة تجربتني لم تجربت لم تجربت حسنا لا تحلي نحكيه عن التوريد حبيبا فهو واحد مرحة يخذيه في تصريح على هو واحد من المرافقين اللي مشيهوا في بعث الحجيش البعثة الرسمية عديسالو فيه قالوا له ما قولك انت في اللي سائر وكذا